السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في نبا جديد تداولت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أمس خبر مقتر رئيس أركال جيش التركي يشار غولغر أثناء الغارات التي استهدفت قاعدة الوضع العسكرية الليبية السبت الماضي وانتشر الخبر بشكل واسع خصوصا أن الغارات تزامنت مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار إلى ليبيا على رأس وفد عسكري رفيع المستوى وشارت مصادر إلى أصابة ستة قادة عسكريين أتراك ومعهم جنود ومرتزقة بدربات على قاعدة الوطين ومنها أنباء تؤكدوا إصابة رئيس الأركان التركي بإصابات بالغة بحسب الأناظر التركية غير أن الأناظر نفسها نفت خبر وفاة رئيس أركان التركي مؤكدة أن لغولر كان قبل حوالي ستة ساعات في جمهورية مالطة ووضع أكالي الظهور على أضريحة جنود الأتراك ونوهت الوكالة إلا أن حساب وزارة الدفاع التركية على تويتر كان قد نشر في تمام الساعة التاسعة والربع ليلة السبت خبر تضمن صور وزير الدفاع ورئيس الأركان يضع أن أكالي الورد على قبور الجنود الأتراك في مالطة وأكدت الوكالة أن رئيس الأركان التركي كان قد غادر ليبيا قبل ساعات من الضربات التي استهدفت القاعدة برفقة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بعد نهاية زيارتهما إلى طارابلوس